ارتفع عدد ضحايا السيول الناجمة عن الامطار الغزيرة التي ضربت اداء من الاردن فيما تواصل فرق الانقاذ البحث عن مفقودين في ظل اعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد اكثر من اسبوعين على حادثة السيول التي جرفت حافلة مدرسية في البحر الميت تعود النعمة للتحول الى نقمة وتقتل 12 شخصا في الاردن بعد هطول انطار غزيرة تحولت الى سيول عنيفة تسببت بانهيارات في مناطق مختلفة من المملكة الاردنية الحكومة الاردنية اعلنت ان عمليات البحث عن مفقودين لا تزال مستمرة عمليات البحث والتمشيط لا زالت مستمرة من قبل فريق البحث والانقاذ الاردني وايضا فرق الغطس باسنات حقيقة من قوات المسلح وقوات الدرك والامن العان واوقفت جميع الرحلات للمناطق السياحية والاثرية الى حين استقرار الحالة الجوية حيث اجبرت السيول السلطات الاردنية على اجلاء ما يفوق الثلاثة الاف سائح من مدينة البتراء الى مناطق امنة قبل ان تتدفق السيول الى بعض مناطق المدينة الجبلية الشهيرة باثارها المنحوتة في الصخور يعني محافظة تمعان وتحديدا منطقة وادي موسى والبترة بالفعل تم تأمين اعداد كبيرة من السياح وايضا المواطنين الى مناطق امنة لكن بحمد الله لم يتعرض اي من السياح الموجودين في منطقة البترة الى اي اذى او اي اصابات التحولات المناخية غير المسبوقة في الاردن دفعت الحكومة الاردنية الى تشكيل خلية ازمة للتعامل مع الاوضاع الجوية السائدة وخصصت المدارس والمساجد كمراكز ايواء مؤقتة للمواطنين التي شكلت السيول خطورة على منازلهم دائرة الارصاد الجوية حذرت من الحالة الجوية الصعبة غير المستقرة خلال اليومين القادمين ومن خطر تشكل مزيد من السيول في المملكة اشتركوا في القناة